النهاردة في ختام الأسبوع وصباح الجمعة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية التقى في المقر البابوي اليوم بأسر ضحايا حادث حريق كنيسة الشهيد أبي سيفين بمنطقة مطار إنبابا في محافظة الجيسة الصور اللي قداسة البابا كان أو أثناء اجتماعه مع أهالي الضحايا صور أبوية حقيقية ما فيهاش أي كلام يتقال غير إنه هو الحقيقة وهذا التصرف الطبيعي إنه ما فيش كلام يعزي هؤلاء الأشخاص وما فيش كلام يتقال وما فيش حاجة تعود ما فقدوه لكن على الأقل إحساسهم بأنه الجميع حولهم إنه قداسة البابا رأس الكنيسة المصرية معاهم وبيحتضنهم وكثير من المتابعة لست جاية في الأوقات القادمة لهذه الأسر عزاهم وطمنهم وتكلم معاهم إنه انتقالهم في اللحظات المقدسة واتناء صلاة القداس الإلهي كانوا صايمين وكانوا مستعدين حاجة من الحاجات اللي أعتقد أنها كانت كمان جزء من التعزية لهؤلاء الناس على كل حال ستبقى هذه اللحظات هي لحظات دروس حقيقية للجاي ودروس لما هو قادم للأسئلة الصعبة اللي أحيانا ملهاش إجابات عنه هو دورنا إيه في حدوث الكارثة أو دورنا أو مسؤوليتنا تجاه منع كوارث مشابهة مسؤوليتنا وردود أفعالنا المجمل الكبير إنه عندنا أسئلة حقيقية في الفترة القادمة